وللمزيد حول استمرار القصف على جبل الزاوية بريف إدلب ومطالبات شعبية لتدخل الضامن التركي لوقف القصف في وقت يحذر فيه المراقبون من تفاقم أزمة اللاجئين من جراء القصف ينضم إلينا عبر الهاتف من أورفا الكاتب والمحلل السياسي ركان الخضر أهلا بك سيد ركان بالبداية مع استمرار قصف النظام وحليفه الروسي لجبل الزاوية قصفت اليوم مقاتلات روسية محيط بلدة البارة في جبل الزاوية بإدلب هل من تفسير لتوسيع النظام وحليفه لدائرة القصف في جبل الزاوية مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام أهلا بك أخي الكريم نحن وقعنا بين سندان نظام مجرم قاتل وحلفائه وبين مطارقة المجتمع الدولي المنافق الذي طالما صدع رؤوسنا بحقوق الإنسان وصدع رؤوسنا بالقوانين الدولية التي لا نراها تطبق عندما تكون الضحية من العرب المسلمين السنة حصرا ولكن نراها تقوم الدنيا وتقعد عندما يكون الضحية من غير المسلمين السنة أو من غير العرب لذلك نحن نضع اللائمة الأكبر على الدول العربية الشقيقة وأيضا جامعة الدول العربية لكن ماذا عن تفسيرك لتوسيع دائرة القصف سيد راكان؟ تفسيركم الشخصي أو تفسيركم الخاص لتوسيع دائرة القصف في جبل الزاوية تفضل سيد الكريم لو كانت هناك إرادة دولية حقيقية لإيقاف هذه المجازر لما رأينا هذه المجازر ولكن هناك تغاضي بغض النظر عن التصريحات الخلبية التي تصدر من هنا أو هناك أنا وافق وأنت أيضا والمشاهدين أن الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت صادقة ولو كانت لديها إرادة في إيقاف تلك المجازر لرأيناها تدخلت وبقوة ولكن هذه التصريح التي تصدر من تارة إلى أخرى ما هي إلا لذر الرماد في العيون وأيضا لكسب أو للرأي العام الموجود في دولهم سيد راكان قصف النظام وحليفه الروسي خلف كما تعلم مئات القتلى من المدنيين في حين يهون الجولاني من أثر العملية العسكرية التي من المفترض أنها تستهدفه إذن هل ترى أن العملية تحقق نتائج أكثر من محاولة تهجير المدنيين من إدلب برأيك مثلا؟ سيد الكريم هي رسائل للأسف الشديد متبادلة ما بين اللاعبين الموجودين على التراب السوري ولكن للأسف الشديد ضحيتها أو على دماء الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء في السياق كما تعلم أيضا سيد راكان خرجت تظاهرات في إدلب وحلب وأمام نقاط الحدود التركية هذه التظاهرات خرجت للمطالبة بتدخل أضامن التركي لوقف القصف على جبل الزاوية بالتحديد السؤال هنا ما توقعاتكم للتدخل التركي بعد الاتفاق الأخير في أستانة وتصنيف الجماعة الإرهابية ومنها تحرير الشام كما ورد في التصنيف سيد الكريم هناك أول شيء غضب شعبي عارم ليس فقط في المناطق المحررة في الشمال ولكن في كل دول اللجوء ومن خلال اتصالاتنا وتواصلنا مع الكثير من أبنائنا المتواجدين في كل مكان هناك غضب شعبي عارم شديد على ما يجري في إدلب وتحصرا وتحديدا في جبل الزاوية ولكن أخي الكريم أنت تعلم أن تركيا أيضا في نفس دائرة الاستهداف لدى الدول ولو أنت تعلم أنه دبرت لتركيا مكائد كثيرة من خلال انقلاب 15 تموز وأيضا من خلال محاربة الليرة التركية يعني الاقتصاد التركي فللأسف الشديد أنا واثق أن لو أن العالم العربي يقف صفا إلى صف وبجانب تركيا لكان الحديث قد تغير ولكن للأسف الشديد نحن وهم في دائرة استهداف واحدة وهناك نية لتوريط تركيا في حرب إقليمية تكون هي الخاصر الأكبر حقيقة فيما لو دخلت هذه الحرب في سؤالي الأخير إليك سيد راكان الخضر يعني المراقبون يرون أن استمرار القصف على جبل الزاوية واستهداف إدلب سيفجر أزمة لجوء جديدة إلى أي مدى ترى أن ورقة اللاجئين ستكون ورقة ضغط على كل من تركيا وأوروبا ويمكن أن يستفاد منها لوقف العمليات سيد الكريم يعني للأسف الشديد هذا الوضع الغير محتمل والوضع المأساوي الذي يتعرض له أهلنا مهما طال يعني الزمن أو الصمود فإذا ما استمر القصف وبهذه الهمجية حقيقة سيكون هناك هجرة كبيرة وهذه الإجراء أعتقد أنها ستستدعي استنفار كبير من الدول أو القارة الأوروبية بحيث يكون هناك ضغط كبير ومستمر على روسيا وإيران والنظام السوري لإيقاف هذه المجازر الكاتب والمحلل السياسي راكان الخضر شكرا جزيلا لك